لازم بعد 48 ساعة عندك حاجة من اتنين تقولهم لي يا في حاجة يا ما فيش حاجة طيب كلمتين بساط الدولة تحركت والدولة موجودة على الأرض والدولة بتواجه الأمر خلاص سيادة المحافظ والسيد وزير الصحة والسيد رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء كل هؤلاء قالوا ان احنا بنتحرك علشان نطلع بيان بعد 48 ساعة نقول فيه كل حاجة خلاص وده شيء عظيم انا يعني الناس بتاخد وقتها دي مسألة محتاجة تحليل واستقصاءات ما عنديش مشكلة هو يا جماعة بس فيه موضوع إجرائي بسيط حضرتك لازم بعد 48 ساعة عندك حاجة من اتنين تقولهم لي يا فيه حاجة يا مفيش حاجة انا مش عايز افصر اكتر من كده حضراتكو عارفين الناس بتسأل علي السؤال هو فيه حاجة حتقول لي لا هو مفيش حاجة انا حصدقك قول لي يا عمر هو مفيش حاجة مسألة بسيطة مفيش حاجة او يا جماعة يا شعب مصر فيه حاجة والحاجة دي جاية من الجاة الفلانية او مفيش حاجة جاية من الجاة الفلانية اظن انا كلامي مش محتاج حد زكي ولا لماح انا فاهم طبعا ايه هي المخاوف يعني ليه الادارة المصرية التعامل مع هذا الامر بحسية شديدة ولكن انا عايز اقول لحضراتكم ان سلامة المواطن وحياة المواطن في اسوان والنتمئنان عليه في ربوع مصر كلها لان اللي في اسوان ده مش موجود في سويسرا ده مواطن مصري فانا اشعر به كما هيشعر به ابناء المحافظة اللي هو بيها نمرة واحد انا عايز اتطمن عليه عايز اتطمن على اخي المواطن المصري نمرة اتنين فكر في اللي انت عايزه بقى اقول لي السياحة اقول لي مش عارف ايه اقول لي انت عايزه انما هو نمرة واحد ونمرة اتنين ونمرة ثلاثة المواطن المصري فبما ان حضرتك قررت تاخد 48 ساعة انا مستني منك كلمة بيع وشرح في حاجة وما فيه اشعيب دي مسألة ممكن تكون ناتجة عن ظروف قهرية مش حاجة انت مسؤول عنها وارد جدا انه يبقى فيه اي مشكلة يعني انا بصراحة المحافظ شرب مياه كتير اوي النهاردة مش عارف بكرة بقى يعني صحته بهزر طبعا حتى ما عاملت ازاي او قول لي يا عمر او يا شعب مصر مش اي حاجة مش عايزين دوشة موضوع بسيط جدا الناس كانت اكلها وحشة كان فيه تسمم كان فيه فيروس كان فيه اي حاجة وخلاص انا معاك وانا حصدقك وانا حشتريك يعني انا اول واحد كعمر هطلع اقول ان الادارة مصرقالك كذا نقطة لانه خد بالك هذا الامر لو انت ما كنتش دقيق شوف انا استخدم الكلمة دقيقة هو ما استخدمتش كلمة تانية في وصفه لن تستطيع التقطيع عليه لان فيه اشياء ما بتستخباش فانا بس بطلب من حضرتك ان في ظرف يومين انت واخد اجراءاتك انت موجود على الارض انت متحرك انت بتكلمني عادة في هذه الامور يعني في اوقات معينة كده كانت تطلع لادارة ما سيقولك مش عايزين داوش ما فيش حاجة لا المرة دي قالوا فيه مشاكل ساد محافظ بيقولك احنا عندنا مية وخمسين حالة يوم احنا قلنا ان فيه خمسة وستين حالة في المستشفيات قالوا انت جايبيني الكلام دا منين هو عمر اديب بيهول وانا كنت جايبه طبعا من بيان وزارة الصحة والان اذا كنتوا حتى اعتبروا السيد المحافظ مصدر رسمي فهو بيقول ان فيه مية وخمسين حالة في المستشفيات طبعا نحن نعلم انه مش كل الناس كمان بتروح المستشفى فممكن يكون فيه حالات لم تذهب للمستشفى ولكن انا عايز ابعد عن موضوع الشائعات المغردة عايز ابعد عن موضوع اعداء الوطن عايز ابعد عن كل دا انا يهمني مصر يهمني اسوان يهمني البلد يهمني الحيطة لو فيه حاجة جات من هنا او من الكلام يواضح انا ما بقولش لغارة مات جات كده ولا جات كده عدت من هنا ولا من هنا نعرف نبقى كلنا على هبة الاستعداد نبقى كلنا فاهمين ايه الحكاية وايه الموضوع وانا حصدك قل لي وانا حصدك قل لي مفيش حاجة باشا قل لي لا احنا حصلنا في الليام اللي فات الديد واحد اتنين ثلاثة لانكم تعلمون تماما الكلام اللي متنطور وانا لا اريد ان اضعوا بين اقواص كبيرة لا اريد ان اتحدث في شيء اكبره او اديله اكبر من حجمه او اصغره يعني لا تهويل ولا تصغير انا مش عايز اصغره علشان ما تحملش مسؤولية هذا الامر فان شاء الله خدوا وقتكم احنا مصر اسدزة في هذا الامر خصوصا الحاجات اللي ليه علاقة بالجهاز الهضمي مصر دي بلد الامراب بتاعت الاجهاز الهضمية الجزء التحتاني ده كله عندنا فيه دكاترا معلمين عندنا فيه علماء اسدزة عندنا فيه معاهد محترمة تقدر تقول لنا الحكاة وعلى فكرة ايضا علاج اي شيء اهنا واضحة وهذه معلومة انا مستقية من دكاترا علاج اي شيء ليس مشكلة ابدا ابدا علاج بسيط قصير متوفر لو فيه اي حاجة علاج اي شيء من اللي احنا بنفكر فيه ده ليس كارسة ولا مصيبة ولا صعب فيجب أن نطمئن عندنا جهاز صحي قوي جدا عندنا ادارات صحية قوية جدا عندنا امكانيات جبارة نقدر ان احنا نتعامل مع هذا الامر في وقته وقد تعاملنا مع ما هو اصعب ووجهنا ما هو اصعب لو كان فيه حاجة لو ما فيه حاجة فالتنم مطمئن جدا جدا فالرب يرعاك خلاص طمن بقى خلاص الدولة قلتلك على فكرة فيش اي حاجة وارجو اللي يكون في البيان كلمة المرض الغامض او المرض غير المفهوم او الاشياء غير المتداولة او لا قللي ده اسمه ايه كل الامراض في العالم لا اسماء اسماء تنين لا او او ل او الان او اعطل الان اشتركوا في القناة